ايوانا لالا عيدا فكرت بدك شي اللي قلت ليكو لالا قلت فكرت وغنعطيك الفلوس وعطيني التساع جاء واخا لالا بغيت فلوسي هي اللي اولا سمعت الدقان ونفتح ضغيها هذا اكيد عيسان جاء وجاب الفلوس وفعلا ندخل وبدك يخنزر فدك الزبر وهو يقول له غتعطيها التساع هاك فلوسك وتلاحلية من هنا وما نحاودش نشوفك مرة اخرى ولا نهرسليك رجليك قال لي برد برد لالا عيدا دايرا البوديغارد شدك الجوال اللي فيه الفلوس وبدك يحسبهم وانا محاملاش راسي ما كرهت شي مشي دغية حتى كان سمع الباب ديال التاركي تفتح كان غايوقف لي القلب يحيا ادخلي يحيا وتصدم مندك شي اللي يشاف قال ممكن نفهمش نواقع هنا؟ عصام هادا اش كي ديرو في داري؟ ومحك عيدا؟ قلت له يحيا انا غا نشرح لك نقصدك السبل هو يقول له انا غاد نشرح لك شنو كاين هنا سيدي انا هو اللي كنت مخدم عيدا وكندبر لها في الكليان وانا اللي دبرت لها على هاد عصام احتدو ذات معاه ليلة وخلصها ودعبا جيتنا اخد فلوسي يحيا حسيت بيه تزير وغا يفاجر شاف في يو سكتش حال وانا كنحرك راسي بالله كنقول له ما تتيقوش شوية هو يغوط بحيل الرعد قيل خرجوا علي يا براع قلت له هافك يا يحيا خليلي غا نشرح ليك جاء عندي والحرارة دلأعصاب كتخرجوا لي عمري شفتو في هاد الحالة شدني من هو يجي وطلعني انا خفت وحسيت رجلية فشلو عليا بالخلعة ما نقدرش نتحمل يا يحيا يضيع مني مرة اخرى مستحي نقدر يحيا وانا نغير طحته هو يشدني فشلت وما بقيتش قادرا نتحرك ولا نحل عيني ويحيا كي يحرك في وجهه وكي عيط عليها عيدا عيدا هزني وداني لطو موبيلتو بالزربة وكثيرة بالجهد وداني لسبيطه فقت على هدرة الطبيب قال له واش انت راجلها؟ هو يقوله اه انا راجلها طاحوا مني الدموع بلا منحس يعني يحيا ما زال كي يبغيني وكي يعتبرني بحال مراجب فيقاتني كلمة الطبيب اللي قال مبروكة زيدي مراتك حاملة استمت خاتن ولد مني يحيا هذا اجمل خبر سمعته في حياتي فرحت بالزرب ولكن ما عرفتش واش الكلمة كان لها نفس الوقت حلا يحيا حليت عيني ولكيتو مصدوم شافي ايو انا كانت حق وكان بكيف نفس الوقت وقلت له غايكون عندنا ولد او لابنتا يحيا مهدرج وشا عندي وحت راسه عينيه بقى بزاف هاكاك وطلع راسه وقال ما بقيتش تايق فيك عينيه انتي كله مركة تصدميني حتى عيثام صديقي خدعتيني معاه كيفاش غادي انتيق فيك وانتيق باللي هاد الولد اللي في كرشك بولدي بديت كان بكي وقلت له يحيا قال انا غادي انتصرف وغادي نعرف بطريقتي انتي ارتاحي دابا حيتي اللي عرفت باللي هاد الولدي كي خسكت هالله فيه بزاف عندو الحق كيفاش بغيتو يتيق فيا وانا كل الادلة ضدتي انا عاضرة وبقيت مدة تسبيطان كانوا مهلين فيا بزاف وكل مركة ياخدوا مني تحلية حتى من الليد وجات عندي ام يحيا وقالت بنتي يحيا عود لي كل شي قلت ليها ماما انا مظلومة والله داك الويل كان باغي الفلول وانا طلبتهم من عيثام باش نتفك منه عيثام عاولني وصافي قالت ياك تافقنا الطلبي مني انا وانا نقول سمحي لي ولكن ما كانش عندي الوقت وحسام كانك يعرف هذا وما بغيتش نوردك مع ذاك النور انا كنت خايفة قالت ما تخافيش انا راني معاك غتجيت عيشي معانا في الفيلة وغنت هلو فيك انتي والبيبين فرحت بالزاف حيت ام يحيا في صفحي وجاي يحيا لعندي وقال وجدي راسك حيت غادرت خرجي من السبيطان حركت راسي بالايجاب وشدت في امه وخرجت وركبنا في الطموبيل ومشينا تكيت راسي على اكتب ام يحيا اما هو مهدرش طول الطريق وصلنا الفيلة وانا نذكر اول مرة جيت هنا وكيف كان يحيا كي يشوف فيه اما دابا كل شي تبدل ادخلت ولقيت الجدة ما طولاتش معايا العطرة من غير انها سولات على الصحة طلعت البيت اللي كانوا مجدينوا على حد تعبير معنا بتاحيت ونعزت خاصني نأكد اليحيا باللي انا مخلصة لي ماشي كيف كي يضل الصح ان الماضي ديالي اثود وما فيه ميت شعب ولكن دابا تبدلت وغدا تبدل كثير من اللي تزاد البيت نحسته رتاحي ومن اللي فقط كانت مازالة لعشية جاني الجوع ونزلتك نقلب على مناقم حتى كنسمع عايضة علش نايضة من فراشك ايلا محتاجة شي حاجة طلبيها مني انا غدا نجيبها حتى العندب والخدامات كيمين قلت غاقنت في الفراش اللهم ما تحرك شوية كليت حتى شبعد وطلعت لبرافتي حيت ولك يجيني منعاس بزاد منعاسك وفقت في وسط الليل وانا كنفكر فيها حاجته واليوم ما شفتهوش كيفاش غدا ندير واش من ثابب باش نمشيل عنده ياه على هبيلة ياك انا حامله والحامله كتوحم خرجت من اللي بيت ومشيت لبيته ودقيت احتى واحد محلية الباب وانا ندخل لقيته في ثابع نومة نقصت على النموثية وانا كنت في الشش وكن فيك يحيا يحيا فيك يحيا يحيا قال شنو كاين شنو واقع قلت انت قاع بجايب للدنيا خبار ولدك يتشرد وانت ما في خبارك والو وهو يقول ولدي؟ اه اللي في كرشك واش قالتليك ماما شي حاجة واش انت عارفة اللي في كرشك مني قلت له ماماك؟ لا ما قالتلي مالو وزايدون انا عارفة الولد منك انت المهيب خلينا من هاد الشي انا كنت وحمد وهو يقول وهاد لوحم مجاك غير في نص الليل قلت له اه نوت جيب لي يدك شي اللي بغيت ولا بغيت يولدك تخرج في ايش توحيها قال لا لا قولي ليش نو مشاهية قلت له مشاهية الديني لنا كلو الحود واحدة البحر قال في هاد الوقت وانا نقول اه فهذا الوقت ولا بغيت يولدك تخرج في ايش توحي ما وهو يقول صافي اهانا نعيد دابا يالله سيري لبسي على ما نوجه دراسي مشيت وبدلت وثايت دراسي لقيت يحيا كيتصناني خرجت معاه جديد فيه قط بوحد وهو كيحاول عليا باش من تقصحش تمشي شوية ديريها كر شوية ارتاحي شدي فيها كان كي عاملني بحل ما القليل شحان سبين تكوني حاملة ويتهلا وفك ومشينا الواحد الرزدو لقينا غادي ست مشاهدر معاهم يحيا وجال عندي وقال لي يا نزلي انزلت وقلست بقابلة بعه دايرة ادي على خدي وكنشوفيه اما هو كيتفادي يشوفيه حطولينا العشا وبديت قلنا اقول شوية جانيدك شي بازر قال كولي قلت له ما بغيش وهو يقول واش مفيقاني فوسط الليل وجايباني هنا باش تقولي لي ما بغيش بديت كنبكي وقلت ما تغوتش عليا لو حم هو هذا ماشي الخاطرين قال صافي ما تبكيش صافي عافكي سمحي لي ما قصدش نغوت عليك سمحي لي قلت له ايلا بغيتي نسمح ليك اجي نسل بحر بغيت نقص الماء تقففه وقال واخر نادمها يوانا شادة في ايده دالي يا الخاطر ومشيت قصد الماء وهو غير كيشوفيه يحساب ليه انا سهلة او لا ماشي غير اجوس مع كلمة باما ما طلعت من تماء حطف قصده اركبنا في الطموبيل ورجعنا وانا ناشطة وكنت في الشش وهو ساكت ومفقوص قال صبحي على خير قلت له انا خايفة خليني منحس حداك اليوم قال عايدان وانا نقوله صافي ما قلتلك والي ادخلت البيت ودخلت بعني ونحسني وغطاني ومشى ما زالك يحنسي يوخة قاعدك شي اللي فات الغد لي نطد ووجت ولبسك سواق سيره خاصني نوجد راسي ونشرك سواد الحوامل نزلت ورقيتهم كيف يفضل وشافتني لأم تيالوه يدخل ايج يا بنتي قلسي واش مشاهي اشي حاجة نقول الخدامات يجيبوها ليك قلت ليها لا بغيت غانفة قالت شربي الحليب راهز وين الحوامل وتهلايني نفولي العهد قلت واخا ماما بقى يحيك يشوف فينا ولكن ما تحرش كنت كنت منا تعجبوا علاقتي بماما فرق كبير بينها وبين عقوزتي اللولة كانت شعالة العوافي اما هادي قدتها اللافية وحاسباني بنتها صمته كان كيقتليني ما كرهتوش يدربيه ويغوت عليها ولكن ما يسكتش خايفة من الفراق وشد في قلبه ايدي القادر بغي ننتشنه كملت الفطور ونات يحيا وانت بعده قلت يحيا قال نعم قلت له فين غادي وهو يقول غادي الخدمة بغيتي نجيب لك شي حاجة قلت له لا تهلاف راسك مشاو التقلبي معاه الله يا ربي واش غنقى هكا علاش الظهر معكس معايا انا ما بغيت وانو من هاد الدنيا غير نكون معايا يحيا واش حتى لهاد الدرجح والنسعي دوز نهاري في الحديقة قال صف الأرجوحة احتمل لي واحد بنادم داخل وقلت بخاطرين اف ايش جاية تدير هادي وهي تقول لي ايش كتديري هنا انتي هاد المسخة قلت اهلا بللا إليه منقية انتي ليه الجاية كتديري هنا انا هنا بدار راجلة قالت كيفاش راجلك وانا نقول لها زيدي عندك حتى هادي بعد تسع شهور غادي ولي عندنا ولد ولا بنت حافيد لهاد العائلة حسيت بها تصيرات ومحملاتش راسها خرجات ضغية عجبني الحال فيها شكوني حساب لها راسها وفي العشية جايحيها وجا عندي جاعة قال علاش قلتي الاليف باللي احنا مزوجين قلت له علاش شنو فيها ياك انا مامات بلدك ولا بنتك هو يقول ام والدي اه ولكن ماشي مرت واش بغيتي تشوهيني باركة غازي ارتكد يلزفت علاش كتوصخيني حتى انا معاك ديك الهضرة ما خلاتنيش مزيت نعدة واش حتى لهاد الدراجة واش كي يحشم يقول للناس عليا واش غنبقى هاك ندفع الثمن الى الابد خلاني ودخل وانا ما قدرت لا نبكي ولا نتحرك من البلاستي وكل ما كنفكر فيه دابا هو ان قلبي شعلا فيه العافية بوركان من الغضب في الداخل دياني انا مجرد ام الولدو اش غيوقع من بعد من اللي يتزاد البابين طلعت البيتي وانا ما حاملحت حاجة فزكت المخداب التموع حسيت بالحقرة انا عيضة الانسان اللي تزادت لهذا الدنيا في نهارك حل اللي من نهار تزادت وهي من حوزة ميتة مهو هي كتولدها وباها كراها من بعد دكش وولا كيدربها وتزوج وجاب ليها المرة اللي تكرفسات عليها وكأنه كينتاقم منها من اللي وصلت خمستاشر عام تزوجها بشارك اللي تفاطف وولتها في ليلة واللي عاشت معاه في قرف احتجى النهار اللي شافت فيه يحيا وتبتلت فيه وحيا قلبها من جديد ولكن الضعارة والحبس خلاها تخصوا الامل الوحيد اللي عندها هو الولد اللي في كرشاو واش غدي خلي يحيا ينسى الماضي ويرجع من جديد بقيت كنركي وانا ما قداش نهدر والتخشيت في المانطة احتجت عندي الخدامة وقالت لا لا را العائلة كيتسنة وكل تحت باش تغدام قلت ليها ما بغيتش ناكل ما عنديش الشهيدة مشات وبقيت في النموثية كان عندي امل انني غدا نحمل وانا هو غايتزوجني ولكن الحمل ديالي مش فعليش شوية سمعت الباب تحل وصوت خطوات جاهل عندي قلس حدا يوم سح دمعة من عيني قل ليش كتلكي ما قدرتش نجاوب وزدت في البكة وهو يقولي يا حيا عارف انني قصحت معاك الهدرا ولكن حتى انا قلبي شاعلا فيه العافية وانتي الثابة جرحي ما عنده دولي لأسف قلت له يحيا انا ندمت وكنت عدب وكارها راسي انا حياتي هي انت وبلا بيك ما كان سوى والو وش حساب ليك انا كان عاجب ملحة كنت كان موت الف مرة وانا كان كدب عليك كنت كان كره داك المستنقع اللي كنت فيه وكان العن الف مرة النهار اللي تزاديت فيه شاف فيه وناد وقهل نوضي خاسكيت تعكلي ولا عرفتي انا ولا عرفتي انا غدي نقول الخدامة تجيبلك هنا خاسكيت هالله يفدك شي اللي في كرشة وما هنسمح ليك شا تهملي خرج وانا شديت على راسي يا ربي فوق هاش غيزالي هادشي صافي عييد وجابت لي الخدامة الماكلة وانا ما حاملاش راسي كناكل بالززع لقبل والدي حيت ما عندوش مني ندود ليه ابقيت هكاك ما قددان تحرك من بلاستي احتاد دالين نعاز فقت على لمسات يحيا كان كيدو وثقيتو على غتي ما بغيتش نبين باللي ببقت بغيتو يبقى هاكاك ما عرفاك يبغيني وما يقدرش يعيش بلادية وإلا علاش غيجيبني نعيش معاهم في الديلة شوية ناد وغطى عني وخرج تمنيت لو كان بقى معايا ما كرحتش نعيش معاه وانتها لنا ونعزت ورغت ليه فقط بكري حيت نعزت بسافي مكان نط ودوجت وخرجت مشيت للنفس الأرجوحة قلست فيها وهي كالتحافر وجاف بالي اسماعيل واشنو كيدير تعبا شوية لقيت يحيا جاي عدي وقال علاش نايدة في هاد الوقت واقي الحال وانا نقول لي حيت نعزتو شبعت نعاز وانت شنو المفايقك في هاد الوقت قال انا ما نعزتش أصلا وما بقيتش كالنعاز يلا بغيت نهضر وهو يقول شت عافاك ثكتي انا وليت كان مرض بهضرتك وقلت له واخا إلا كان سكاتي غدي ريحك خدا نحضر قلست حدايا على الأرجوحة وحاوطني بديده فرحت نعزت على صدر يحيا واخاك يجرحني وكي حسسني بلي عمره ما غيسمح ليه ولكن بعض المرات كيفيد منه إحساسه اتجاهي وكيدعاف بقينا بجوج هاكاك مدة طويلة ما قدرتش نهتا ومن بعد تشجعت وقلت يحيا انا كان بغيك بسداف وعمري ما غدا نخبي عليك شي حاجة مرة أخرى كان واعدك غدا بقى نصارحك بكل شي حطيني فرصة كانت رجاك ما جاوبنيش ورفعت راسي ولقيته وناعز ورجعت نعزت على صدره الله ياخد فيك الحقة صحة وخان بقى ندعي عليك من هنا حتى نموت ما غاديش يكفيني وداني حتى أنا نعزت منه فقت على يحيا وهو كيقولي يا نوضي تفطره نده مشيت معاه وفطرنا الله يا عربي بغى منه غير ندره وجات إليف هاد المرة ضحكة قلست وبدو كيهضروا معاها وانا مفقوصة منها وبغيت نفقصها وقلت اي تلفت عندي يحيا مخلوع قال مالكي شنو كيدرغك واش بغيتي ندك للطبيب بديت كنت بوحد وقلت لا لا راني صافة غا خليك معايا حسيت إليفت قهرات من اللي شافت يحيا مخلوع عليها وبداتك تهدر مع بابها وقالت عمي كنتي قلت لي يا خسكش يجاديني أنا لقيت واحد السيير مفحالوش وكيقلب على خدمة قال ليها واخره لماذا لا؟ قولي له ويجي بديتها في حاضرتها وهمصت يفوضني يحيا وقلت له بغيت نطلع البيتي نرتاح حيث بصراحة ما بقيتش كان قدر نتحمل وجود هاد الإنسانة هنا شد فيها يحيا وطلعني البيتي وهي متبع نظاراتها ليه طلعت البيتي واتكيت على الناموسية وجاي يحيا يخرج وانا نقول يحيا سنة عافعك قام عايا قال شنو؟ قلت له قلس معايا وهو يقول عارفك ما بغيتينيش نقلس معا إليف ما تخافيش أنا خارج غادي الخدق نفست الصعداء من اللي قال لي يديك الهدرة بتاسمت ليه وخرش وانا ارتاحيت وبديتك نفكر فيك كيف مال هذا ودا زنهاري حادي الغد ليه؟ فقته نزلت نفطر شهيت الملوي وطلبت من الخدامات تصيبوا ليه فترت وقلست حتجت ديك إليف واستقبلها عمي باين عزيزة عليه بالسعب كيفاش الله وهي بنت شريكو أهى الصديق ليه ولكن انا ما كنحمل فيها الشعرة لكن سكيدايرا السيد ما كيبغيهاش علاج مازالة لاثقة فيه قالت عمي انا جبت ليك ذك السيد وجات حتى مرتو وغاد اتعاون في الشقاء هي مرة بدراحة وبغاد خدم بالحلال وشافت فيها بعد ديك الهدرة كأنها قصدان يعني حيث انا خدمت في الحرارة ناضت مشات باش تحيت ليهو ادخل الراجل ومراته معاه احساسي تبدل ديك ساعة ورجح خنجر قديم كنت تخلص منه نغزني في قلبي مستحيل نطقته الدمعة نازلة من عيني بألم بابا ما قدرتش نتحرك في ديك ساعة تصدمت هو شافني وتصدمت واحتمراته وهي تقول إليهو هما هادو عمو قال الأب يحيى مرحبا بك إليهو بغت نتاقم مني وجابت بابا بجدلني وانا كنشوفو خدامه هنا وانا نقول ممكن تخليوني معاهم شوية بوحدنا تفاجئوا بها ترتي وخرجوا وخلاوني معاهم وهي تقول مراتبا ايش كديري هنا واش خدامه هنا قلت ليها واش حسب ليك انا بحالك انا مزوجك وولدهم وقريب غدا نولد ليهم حفيدهم المهين انتو ما ما غا تبقىوش هنا صيروا في حالكم قالت مراتبا ايوهي لا صرفتي علينا انتي راجلك لباس عليك عنده قاعد شي وانتي مخليا بباك كيتمحان قلت ماشي ثوقي كيما جريتو علي من الدار ديك المرة ولحتوني في الصنقة واش نسيتو وانا نقول لبا واش باغي تعدبني حياتي كاملة انا وياك ببا بحال شوكة في قلب كل واحد فينا غير كنتلاقعو كتجرح شوكة القلب وكيتقلم صير في حالك وخليني نعيش علاش ما زالتها بحالي اياك خليتلك الدنيا كلها سكتو مادرش بقاك يشوف فيا ونادو قال لمراتو نوضي هيت فاجآت وقالت لي اياك يا عيدا هذا هو جزائي اللي ربيتك ودرتك بنتي ما جاوبتهاش وخرج ببا ومشات تباعتو هي حسيت بغصة في قلبي كل واحد فينا عنده حاجة كتخليك يتقلم وكيصد عليها قلبه حيث كتعدبه طلعت البيتي وما خرجتش منه نهار كله احتجت عندي ام يحيى وقالت بنتي مالكي ستدعليك قلت ليها ايليب عرفات نقطة ضعفة وبغيت تدلني ببابا قالت ما تقوليش هاركا احتى واحد ما اختار والديه مهما كان هاداك رابك وما خذكيش تحشمي منه وهو كان كيقلب على خدمة شنو فيها هادي قلت قلبي كيتحرق مالليكن تفكر تمنيت نعقل على ذكرى زوينة لي معا شنهار دوزلي على راسي او لا شنهار عن القنفة او لا شنهار شراليش حاجة كنعقل غير على الحويج الخائبين الضرب والتجريح هو اللي دمر لي حياتي هو اسبابي وهي تكون ارتاحي وما تفكريش في الحويج السلبيين نعسي غطاتني وخرجات وانا مقدرتش الناس شوية سمعت الدقان في الباب وقلت دخون وانا نشوف الابد يحيا هو اللي جاء جاي بكورسي وجاكل استقبالتي قال لباس عليك قلت له شوية وهو يقول انا عرفت باللي الناس اللي جاء يقلبوا على خدمة صباح عائلتك انا ممكن نعاونهم قلت له لا لا هما ما محتاجينش وهو يقول واخا كي بقيتي مع الحمل قد تهلاي شوية في حفيدي قلت اه الحمدلله وهو يقول مزيان هكاك نبغيك شوفي يا بنتي بغيت نهدر معاك شوية وتفهمي هاد الهضر اللي غد نقول لك وتعرفي باللي هي المصلحتك قلت له كان سمعك قال لي ياه عارف باللي انتي تورطتي في التعارب لخاطرك ودخلتي للحبس كل واحد فينا كيدير اخطاء في حياته كين اللي كينساوها الناس وكين اللي ما كينساوهاش وانتي عارفة باللي احنا خدامين بسمعتنا والشركات كيتعاملوا معانا بسبب سيرتنا الطيبة دك الشي علاج ازواجك من يحيا مستحيل حيات هاد الشي غد يقلل من قيمتنا في المجتمع انتي ماضيك خيب بالساف وكل شي غيهضر علينا ولكن انتي حاملة بولدنا اللي ميمكنش نفرطو فيه في نفس الوقت دك الشي علاج حنا في موقف محرج بالساف وبين نارين وانا عندي اقتراح ليك قلت اما هو قال الاب دي اليحيا انتي غد تبقى معانا طول فترة الحمل وغد تهلاه فيك ومني غيد زاد ولي العهد ديك الساعة غد تمضي لينا تنازل عليه غنسجله باسم اليه حيات هي ويحيا غدي تزوجه قريب وفي المقابل غادي نعطيك مبلغ غدي عيشك كي ما بغيتي عارف هاد الهدرة صعيبة عليك ولكن فكريب شوي عليك ما زال عندنا الوقت فكري على خاطر واتاخدي القرار المناسب نادو خرج وخلاني كان ندب على حالتي انا اللي درت هالراسي علاش وبقيت كان بكي وندب في ظهري مدة حتى ما بقاتش عندي القوة وحسيت بحال استخفى حليت عيني ويحيا كيدووز على شعري ما قدرتش نتحرك ولا نهدر قال عيدا انتي لباز هادري معايا عيدا هزني بسرعة وشربية وغوت على الشيفور ركبني في التوموبيل ومشى بين الشيفور المصحة داروا لي الإسعافات الأولية والفحوصات وقال الطبيب اليحيا باللي الجانين لباز عليه وباللي خاصني نبعد على اي انفعال في هاد الفترة جا عندي يحيا وشدلية في ايدي وانا ما قدرتش نهدر ما عرفتش واش غدا نقول له لعرض دي البابا واش هو موافق على هاد الشي وكان قول مع راسي شوف دابا كيفاش مخلو عليا يعني كيبغيني واش غيقدر يعيش بلا بيا بقيت ساكتة وما كان اهدرش ويحيا حاولي بقى معايا وخرجت من سبيتار ورجعني الفيلا جا عندي بابا وقال لي على اسلامتك وما جاوبتوش ما حملتوش شوية يحيا جاه التصال وخرجوا جا عندي بابا قال ايواء واش فكرت في العرض ديالي قلت له اه فكرت انا رافضة ما غداش نبيع ولدي ولا بغيتو تجري وعلي من دابا ما عنديش معنى قال لي يبوه كنت عارفك ما غداش توافقي عموما الهدراء في هذا الموضوع ما زال حال عليها على اسلامتك ونادخرش قلت فخاتري يا خوفي من هاد الناس انا حريرتي حريرة خال عندي يحيا جا كا يتماءن عليها قال حبيبه لباس صابه شوية استمت قال مالكي قلت له قلت حبيبه والله حتى قلت ايها ياي ونقذت عليه وعن نقطه بالفرحة قال ايه ايه بشوية عليك راه قالليك طويل ما تتحركيش وانا نقول واخا ما غداش نتحرك بشرط ايه لكن تي غدا تبقى تقولي يا حبيبه كله نهار وهو يقول واخا حتى انا عندي شرط قلت له شرطكي ما بغيتي وهو يقول ما بغيتكش تكتبيع ليه مرة اخرى وما تخبيع ليه حتى حاجة ولو تكون صغير قلت عمر ايه ما غدا نخبيع ليك شي حاجة كان بغيك بزان تأكدت باللي يحيا كاي بغيني ولكن كيفاش غايقدر يقنع باباه يتزوج لي بقى معي يحيا في بيتي وممشاش نعس في بيتو احتى العشاء جابوه ليه حتى البيتي صباح فقط بكري لقيته بحالش يدري صغير ناعس وحالف امه جاب ليه الضحك وف نفس الوقت ما كرهتش ندخله فقلبي ونصد عليه بايش حتى وحده ما تشوف فيه فاقه القاني كان لعب له فشعره قلت له صباح العسل وهو يقول صباح النور حبيبة قلت شحال زوينة من فمك وهو يقول سهلا حبيبة 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 قلت كان حماق عليك وهو يقول لي حتى انا كان بغيك بزان ندنا فطرنا دووزنا ايام زوينة كل شي لاحد علاقتي بيحيات صلحات كل شي لاحد باللي علاقتي بيحيات صلحات ومعاجب هالحال اما بباهو جدا تولا دووزت خمس شهور ويحيا كان كي عاملني فيهم بحال شي ملاك وكان كيتهلا فيه درنا لي كوغافي وعرفنا باللي عندي ولد يحيا فرح بالزاف وحتى بباه عجبو الحال من اللي عرف باللي حفيده ولد وطول هاد الوقت كان يحيا كي عاملني مزيان باستثناء بعض المرات لي كيفلتو منوش كلمات كيعايرني بالماضي ديالي كنت دائما كنسكت وكنحني راسي وما كنجاوبوش عليش غدا نجاوبوه وهو ما كيقول غال حقيقة هو منلي كيلقاني كنسكتس كينساحب وكيرجع يصالحني من بعد كيعرف راسوش ندار وانا بدوري كرجع ليه كأن شيئا لم يكن مكتوب علي اندفعت من اخطائي في الماضي وخا مكانوش بايد دي مستعدى ان تحمل وخا عمره مغاينفا ما عليش المهم هو يكل معايا وكبرات كرشي وولدي كيتحرق وكن حسبي مكرهتش يجي النهار اللي يتلم مني يحيا فيه الزواج غادا بقى نحلم بدك النهار حتى يجي مع أنه عمره ما جبده معايا يمكن مستحيل كما كيقول باباه وواحد النهار كنت في الدار حتى كنت مع يحيا وباباه كيتناقشوا معرفتش علاش خرج يحيا والقاني في الباب قلت له يحيا مالك علاش باباك مع الصب وهو يقول وانو ارتاحي وتال لايف ولدي عن نقطه وقلت له كل شي بيدك يا يحيا حياتي بيدك وموتي بيدك بقات علاقتي بيحيا مستقرة حتى النهار اللي غادا تجمع فيه العائلة على غير العالم شي حاجة ماشي احتلتنا جمعه وكانت حتى إليف وجاعي صام اللي مقدرتش نهدر معاه خفت مني يحيا كان خاف على علاقتي بيه الأبد يا يحيا كان فرحان على غير عارضه ماليت جمعه كلهم بدى باباه كيهدر قال انا جمعتكم اليومه باش نقول لكم خبار زوينا بغيت نقول لكم باللي قريب غيت زاد عندنا حفيد جديد قلت في خاطر مال هذا عادت فات عليه الشمعة شنو الجديد هادي قديمة شوية هو يكمل كلام وقال قررت نعلن لكم اليوم ان السيمان الجاية غادي نحتافله بعرس إليف ويحيا تصدمت من اللي قيل هذا الهدراء تلفت عندي يحيا ولقيته حاني راضه واش كان عارف هاد الشي واشنو رأيه واش موافق على هاد الشي اللي كيقول باباه مهدرتش وما دار احتردت فعل قلت يحيا مايمكنش انا اللي حاملة بولدك ماشي هي وهي تقول اليه لا حبيبة ماشي غنتي احتى انا حاملة منه وقريب غدا نولد لي وانا نقول كيفاش حاملة منه مايمكنش يحيا قول شي حاجة قال بابا ما تخافيش هو مغاينكورش ولده احتى ولدك اللي في كرشك غيسجله بسميته وغايصرف عليه انتي غدا تبقي هنا حتى تولدي ولدنا غدا يبقى معانا وانتي فوق ما بغتي تشوفي حتى شي واحد ما غادي منعني هو غي تربى معا اخوك ولا اخته مقدرش نستوعب ذاك شي اللي سمعتو مستحيل خرجت من ديك الجماعة وتمشيت البيتي تبعني يحيا وتلفت عنده وقلت له ممكنش رحليش نواقع وهو يقول ماكنش في الوعي ديالي ماكنش عارف راسيش كندير ووقع اللي وقع وللأسف بابها في صفها وما في اي دياله غيخسر الصفقات اللي دار مع بابها إلا رفضت الزواج منها ما قديتش نهدر وقلست على الناموسية من كترة صدمتي شكون أنا صدمت وما قديتش نهدر وفي لحظة مار شاريت حياتي قدام عيني وقلت في خاطري ما عمرا كدرت يقيمه لراسك عايدا من نهارة زاديتي كانوا كيجفو بيك وكيمسحو فيك الناس رجليهم والأول مرة كيعز علي يا راسي أنا اللي عمري ما تمنيت غير أناني نفرح حتى الفرحة كانت غالية علي بزا إليف بنت الناس هي اللي تصلاح تكون زوجة ليحيا هي اللي بتاخر بيهو يبان معها قدام الناس أما أنا من ديما كيشوف فيها هاهرة وغيبقى هاكا كان بغيه آه وهو أكيد لي حب يحيا ليات فمن نهار عرف حقيقتي ومن ثم وهو كيشوفني مجرد عشيقة لغير شديتيه بهذا الويد أما لو كان جات عليه هو كان لاحق في الزنقة شديتيه ويش كتضحكي على راسك عيدة بيش شديتيه هو غدي تزوج ومن اللي غتو ولدي غدي ياخد ولدك وغيلوحك في الزنقة لا ما غي ياخدوش ولدي ما غنسمحش لهم فيه فيقي يا عيدة وما تخليش العاطي فتلعب بيك فيقي قبل ما تلقاي راسك مديوحة في الزنقة واخداوليك كبتك يحيا بعين وجا الوقت اللي خاسني ندير فيقي مالراسي بارك من الدل وبارك من الأخطاء بارك من الحقارة غلطت بالزال في حياتي وده بكا ندفعت أمانهم يا ربي اسمح لي يا ربي عارفة أنني عصيدك ماشي مرة ماشي جوش عفو علي يا ربي أنا غدا نتوب ما بقيت بغوالو غير ما تحرمنيش من ولدي هو اللي عندي في هذا الدنيا غدا نتوب وتعلمت من أخطائي أخطاء خسرت فيها كرامتي ولكن تعلمت تعلمت ربي اللي ما داش قيمة لراسه مستحيل يدير هالوشي حد أخو بقيت في بيتي وانا كنفكر بزا قلبي طايل وشعل فيه العافية حلمت فوق القياص وخاصني نوعه حطيتي ديالة كرشي وكنت ولدي الحبيب كان واحدة كحياتي غادي ندير المستحيل باش نعيشك مزيان وباش ما تعدبش كي ما تعدبت أنا غا نعيش حياتي ليك ما بقيت باغوانه من الدنيا من غيرك بقاوهما مجموعين وكان سمع صوت ضحكاتهم وأنا بقيت في بيتي ما تحرقتش منه البست حويجي ووجت وراقي خاصني نمشي من هنا وهم مرهم بغيحاودوا يشوفوني غايت هنهوا مني وفوص هادشي كنت ذكر كلام يحيا وهو حاني رازه ما كنتش في الوعي ديالي كنت ذكران احتفقت الصباح ولقيت راسي معها في الفراش كرعت هاد الجملة ولكن للأسف هي اللي بقات كالتعاود في ودنيا واتكيت في النموزية وغمّت عينيها وأنا كنت سنة هاد القصارات الثالي شوية سمعت السقيل تقعت وأنا كنت سمع صوت خطوات قريب من بيتي رجعت التكيت وغمّت عيني ما عنديش الخاطر نهدر مع حتى واحد تفتح الباب ديالغرفة وبدأت الخطوات كتقرّم مني حتى جلس حدايا وأنا ما زالة مغمّت عيني وكان يحيا كن حس بيه على بعد أمطار ودابة ولا قريب هي بساة ببدا كيدوز إيديه على خدي وكيباعد شعري على وجهي حتى قربوا باسني في جبهتي قلبي كان غدي وقف ولكن ما فتحتش عيني ما قدرتش نواجهه خفت لانتعام وانت راجع على قرار المغادرة ولكن لا من هنا الفوق خازني نتحكم في مشاعري ونفكر بالعقل عارفة صعيبة عليا ولكن أهون من هاد الدلّي راني عايشة فيه غطاني وناد خرج وصد موراه الباقي سنيت شوية حتى تأكدت باللي يحيد خلبيتو لبست المونطو حتى كان البرد وخرجت بالحس باش حتى شي واحد ما يشوفيه حليت الباب وضربات نسمات لهوال باردة وجهي تخبيت في المونطو وتمشيت الوجهة غير معلومة ما كنتش عارفة فين غادة ولا فين غادة نمشي تمشيت بالزاب وكان الليل والدنيا خاوية خفت صوت الكلاب وحده اللي كان كيتسمع ما حسيتش براسي حتى لقيت رجلية غادين بيا الحومة ديانا وقلت واش ندق على إسماعيل هاد المرة بواه غيجري عليا إلى القاني بكرش وفي الحرام واش ندق على عزيز أنا خافي لقاها سبا ويدلني ويشوهني في الحومة كتر بقيت في موقف لا أحسد عليه مناش أنا خايفة مناش خايفة عايدة ايش غيوقع ليك كتر من دكشي الليوقع تلفت باش نمشي ونخرج من الحومة ونتلاقى ما صيري كيف ما كان دوزت في حياتي أسوأ الأشياء على الإطلاق ربا ما غدا تكون صنقة عليا أرحم أنا والدي من الحقد ديال البشر حتى كنسمع عايدة؟ هذا الصوت جام ورايا بعد ما كنت تعيها في عالم التفكير واللي اهتزليه كياني كان أعرف هذا الصوت مزيان كيفاش غدا نقدر ننساه وهو محفور في ذاكيرتي ترددت بزاف قبل ما نتلفت ليه ايش بغا عند؟ تلفت بشوية وقلت بام وهو يقول بنتي عايدة قلت له عشت حياتي كنت سنة نسمع هاد الكلمة منك تعطلتي بزاف قرم مني حتى ولو عينية كيشوفه في عينيه وقال بنتي سمحي لي يا بنتي أنا السبب أنا السبب في كل لحظة عذاب دازت عليك في حياتك أجي عندي يا بنتي فتح لي يا إيديه وأنا مصدومة واش كان أحلم في هذا الليل؟ واش بالصح هذا بابا؟ بعد قاعد هذا السنين واش ممكن يرجع ويطلب مني نسامحه؟ بابا اللي تزاديت ولقيتو كايدربوي عن نفية دابا يجي ويطلب مني نسامحون عنكم ما قدرتش نصبر ومشيت عن نقطو وطلقت دموعي وبديت كان بكيب حالش يدري صغير عادل قوالدين كان بكيب اشجهد وما قدرتش نجي الدراسي وهو يقول سمحي لي يا بنتي كان وعدك عمري ما غنتخلى عليك من هنا الفوق سمحي لي يا قلت لي سمحت ليك ابا سمحت ليك إحساسي في هاد اللحظة هو إحساس بنت متعطشة الحنان بباها ومفتاق دا عطفه ما كانش عندي الوقت مفكر لقيت راسي لا إراثيا كانت تحلق بيه وكانسمح له قال اجي يا بنتي اجي دخلي لدهرك وانا نقوله لا بابا ما بغيتش نتسبب ليك في شي مشكين مع امراتك وهو يقول انتي بنتي وعمري ما غنخليك تحتاجي شي حاجة في هاد الدنيا وغنصرف عليك انتي ودك شي اللي في كرشك غا قال لي يا كرشك وانا نغطيها حشمت من راسي على آخر الزمان كان لزم ببيت هالله فولد من اللي حرهم قال لي يا بابا انا السبب بنتي انا اللي وصلتك لهد شي كله وخاصنين صلحه ونتحمل مسؤوليتي قلت ولكن بابا نسيبك ومرتوه مازال في الدار وهو يقول بابا ما شغل همش فيك هاديك دارك قبل ما تكون دار هم انتي غدا تنعسي مع أخوتك تمشيت معاه وحل الباب ورجعت بيدا كيرا في كل لحظة في هاد الدار كيف كنت؟ ومن اللي كنت صغيرة وكان العب فيها والنهار اللي تزوجت وخرجت منها واخيرا نهار جرع لي يا ابا منها في نص الليل ادخلت وكان كل شي ناعز وفاقد ديك الحيثابون وغير شافتني بحال ليلة شافت شي جن قدامها وذادت اكتر من اللي شافت كرشي وهي تقول ياكا بنت الحرام دك النهار جريتي علينا ليش جايا دابا وبكرش اهدر بابا بصوت في حزم عجبني في هالحال سكتها قال غدا تزمي فمك واللغة تجمعي علي انتي وتريكتك شاوشكم وتخرجوا عليها هادي بنتي وان اللي مسؤول عليها وهادي دارها تلفت عندي وقال سير يا ابنتي رتاحي ونعسي مع أخوتك دخلت لقيتهم ناعسي وانا ما كنعرف حدا شي واحد فيهم اخر مرة شفتهم كانوا صغار بالسهب واحتمهم ما كانتش كتخليني نشوفهم عنقتهم ونعسي والأول مرة مرتاحة وما خايفاش يمكن حيت معايا بابا هو اللي اكتر واحد ممكن يحميني في هاد الدنيا وفي الصباح فاقي يحيا وبدي الحوايجو وخرج من بيديو مقدرش ينسى دك شي اللي وقع البارح وقال اكيد عيدة غدا تكون حالتها خايفة بعد دك شي اللي وقع البارح خازني نكون في جنها ونأكد ليها باللي غي هي اللي كان بغيه مهما كانت الظروف غدا تبقى معايا هي غير مسألة وقت وصافر وغادي نرجع عنا وياها نصافروا من هنا ونربيوا وولدنا بجوش بعيد على هاد الناس ياريت لو كان مشيت من هنا قبل ما يوقع دك الشي مش هدق عليها بابها وما جاوباتوش اكيد ما زال ناعسا حل الباب وما القاهاش وقال اكيد نزل التفطر حويجها كلهم ما زالين في بلسطون نزل وقال ماما ما بانتليكش عيدة قالت لا والتي ما زال اراها في بيتها ما خرجاتش منه وهو يقول عيدة ما كيناش في بيتها قالت الام ديالو غدا تكون غاف الجردة سير شوفها ولدي بقى كي يقلب وما القاهاش وقال عيدة مشات واخدات ولدي واخدات قلبي علاش عيدة علاش وهي تقول الام ديالو فين ممكن تكون مشات وقال انا غدا نمشي عند عصان اكيد مشات عندو حيته مضحاب مشا عند عصان وما القاهاش وبقى كي يقول في خطره فينك عيدة هلاش مشيتي انا السبب انا اللي ما حافظتش عليك غادي نقلب عليك وما انتهنى حتى نلقاك وعند عيدة فقت ولقيت اخوتي مصدونين وكيشوفو فيا قلت ليهم ما لكم وهو يقول شادي شكونتي قلت له انا عيدة خدكم الكبيرة واش ما عرفتونيش وهي تقول مريم اختي اتي زوينة وعليش ما كتجيش عندنا ماما قالت ليه باللي انتي خايبة قلت ليها وانتي شنو لقيتي واش بالصح انا خايبة قال شادي لا انتي زوينة بزاف بقيت كالعمعهم كي حمقوا وفيهم براءة زوينة مختال فين بزاف على امهم ونطق سلت وجهي وخرجت انا وياهم لقينا الواليد كيف طر شافني وبتاسم ليه مشيت عنده بستو وصبحت عليه وشفت في الويل ديال انسيبو ومراتو لقيتهم حالين فيا فهمهم ما حملتهمش سكتو وانا قلست مع التراري كان فطر وهي تقول مراتبا هاد الشي اللي بقى يهضروا فينا الناس دابا ويقولوا جابت ليهم كرش في الحرام قال لي هبا سكتي والله نوضي من حدايا قالت اهانا ساكتا وهو يقول لي يا بابا نحست جيم زيان ياك مع الدبوك الدراري قلت ايها بابا نحست بالعكس حسيت معهم بالامان الله يحفظك لي يا بابا قال امينة بنتي شحال كنت مشتاقل هاد النهار وفي هاد اللحظة بالضبط حسيت بانا ننسيت عذابي كامل ورجعت قيمتي في هاد الدنيا ما خرجتش من الدار واحتى الدراري فرحوا بالثافية انا معهم وعرفت باللي الحومة كلها عرفات باللي رجعت للدار بابا وبيكرش من لحرام هاد مراتبا شحال في هادية اللحظة ما خرجتش مع انه كل شي جهل فضول يشوفني كل شي بغيش مت وداز نهاري فضار بابا عادي كنت كنت فادة تلهميحات مراتبا عادي انا داز علي الويل فحياتي ما غاداش نموت بسباب كلمات جارحة منها المهم عندي هو بابا ونظرت اخوها ما زالت كتلاحقني ولكن هاد المرة ما زعمش عليه حيت كيشوف بابا في صف يخاف يجري عليه هو ومراتبا احتجى واحد الطيف غير متوقع عازيز ما عرفتش على الجاي واجحته هو جاي شمت ولساق الخبار باللي حامله جاب قوالب السكار وجاب امه وقلسوا وانا كنطل عليه قالوا بابا اجابك عازيز شنو باغيتاني ياك بنتي وطلقتيها شنو ما زال باغي وهو يقول له جاي طالب ايد بنتك من جديد انا من نهار خرجات منظاري وانا عايش وحداني كما كتشوف دابر انا كنكبر واحتى ممي كبرات بالزاب وما قاداش عليا وانا مبقيش قادر نعيش بوحدي وعرفت باللي عايدة رجعت وما كراتش ترجع لداري غادي انتهله فيها وفولدها وهو يقول ابا عايدة اجي يا بنتي اجي قلس حدايا بنتي مشيت وقلست حدا ابا ودار ايده علكت فيه وقال سمعتيه شنو قال ابنتي القرار في ايدك انا ما غنبزز عليك والو قلت هو اللي جر علي ابا وما خرجتش بخاطري احتاد ابا ما بقيتش محتاجها ولدي انا غدلت هلا فيه الراسي انا رافضة نرجع لي قال له ابا سمعتيها يلا در رجز لافتك عليا خرج من داري وما بغيتش الدوز بالطريق بنتيش مرة قال عزيز عايدة عفاقي انا غنديرلك اللي بغيت نبوس يديك قال له ابا بره خرج من داري وخد معاك هاد القوالب اللي جاي يلا بره بقى بابا كيدفع فيه احتغرج وهو غير مزايده كيزاود شد بني الضحك على حالته وعجبني الحال حيت حامع لي يا بابا ماشي بحل مرة اللوله شوية القيدك حل عفضة جا كيجري لي ما يتسمى دي الخمره تبا خسر لي الضحكة اللي كانت فوجهي قال عايدة قلت له شنو بغيتي وهو يقول قالوا لي يا عزيز جا كيخطف بك عندك توافقي وانا نقول له وانت مالك سوقك قال انا عايدة بغيت نزوج بك ووالدك غنديرو بسميتي قلت له شنه هو انا نزوج بك انت على المصدخ قلت شنه هو انا نزوج بك انت على المصدخ وزايدون انت مزوج وهو يقول الشرع عطا ربحة وانا قادر نعدل بينها تكون ضحكني وانا نقول قال لك قادر يعدل وانت معدلتي راسك غامعة وحدة سير في حالك قبل ما انت ترتق عليك سير قال صافي بلمت عصبي والله احتغت ندمع لي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة